ربيع العفوي يختار بعض الحالات التكتيكية اللي ممكن توضح مجرية المباراة ولماذا تفوق الرجاء على الوداد المغلبي تفضل كبير هو أعتقد بأن المشاكل التي يعانها فريق الرجاء البيضاوي خاصة على مستوى التنشيط الهجومي تلاحظ بأنه متولي دائما هنا الدفاع الـ 4-4-1 كان الـ 4-5-1 لكن في هذه الحالة بدأت في هذا التوقيت كان خرج داري وبالتالي يلعب بفريق الوداد منقوص العدد هنا دائما سقوط اللعب متولي يفرغ مكانه ويدخل إلى العمق هنا استرجاع الكرة على مستوى المرتدات لكن أسماعيل الحدد دائما ما يحاول أنه المرتد الفردي هنا كان بإمكان التمرير للكرتي وبالتالي المسرد الهجومي يختار أنه يذب لوحده وكان فعلها قبل هذه يحاول دائما أنه يجد الحل الفردي ولم ينجح هنا لاحظ معي تقريبا متولي لازال ضلا على الجهة اليسرى وهنا اللاعب نناح يحاول أن يماري الجهة اليمنى وبالتالي لا يجد أحد وسوف يرجع الكرة مرة أخرى للعبين هذا يعطي فرصة كذلك لتمركز لعبي الوداد سوف يعود اللاعب الكعبي ومن ثم مع أنهم كانوا ضد 9 سوف يصبحهم ضد 10 محاولة البناء الهجومي لا تجد هناك حلول محاولة اللاعب العرضي الذي لم يهتدون فيه شيء ولهذا المستوى الفني خاصة في هذا الشو كان سيء وسيء جدا وتلاحظ هنا فريق منقص العدد تقريبا لمدة دقيقتين وهنا سوف يحاول أنه يقوم بالعرضي ولاحظ تقريبا 2 ضد 3 فقط بالنسبة لهجوم فريق الرجاء البداوي هذا المشاكل التي عانى منها تحسنت خاصة بعد تغيير الذي قام به المدرب أسلامي بخروجنا النح ودخول أحداد الذي لعب علي جاء أخصى اليسار ومن تم تتبيت محسن متولي تصانع ألعاب في الوسط هنا مرنا إلى الحالة الثانية هنا الحالة الثانية تجسد الكلام اللي قلتها خاصة نقوم بعد التغيير بعد دقيقة 61 بدخول أحداد هنا تلاحظ بأنه نهج سياسة أخرى وهو بمجرد عند الكرة المدافعين اللعب المباشر للاعب الأجنحة أو المهاجم حتى أنه يتجاوز وخط وسط الميدان ولاحظ هنا الانتشار الجيد ثلاث مهاجمين وصانع ألعاب متولي حتى على مستوى ضياء الكرة يعطيك فرصة أنك تسترجع بسهولة نظرا لتقارب اللاعبين وتقارب الخطوط هنا محاولة بناء الهجمة تغيير جهة إلى الجهة اليسرى وهنا سوف تحاول بأنه تمرير جيدة تلاحظ هنا محاولة العرضية هنا في هذه الحالة الطبيعية نتكلم على خمسة ضد أربعة لكن هنا أريد أن نتكلم على اللاعبين لدينا في البوكس أربعة ضد ثلاثة مع أنه فريق الوداد البيضاوي تقريبا يدافع بثمان اللاعبين وهنا التنشيط الهجوم الذي تغير نسبيا لفريق الرجاء البيضاوي هنا الهدف هذا الهدف هنا تشتيط الكرة لا يمكن أن نقول بأنها تمريرة لكن لاحظ تمركز متولي كوسط ولحظ دائما ثلاث المهاجمين المساندين هنا متولي يعني استلام جيد يضرب به لعبين الارتكاز لكانون كيرتي وكذلك اللاعب النقاش لكن هنا تمريرة جيدة في المساحة ومن تم أحداد نعرفه سرعته يعني صنع الفارق أمام النصير تزديدة وهدف جيد يحسب للعمل الذي قام به بتولي خاصة كما قلنا التغيير التكتيكي لأن من تولي شفنا تقيما في المباراة يعني يتوغر يتوغر إلى وسط حتى نؤثر على اللاعب نناح الذي لم يقدم مستوى جيد والتغيير التكتيكي يحسب للمدرك شكرا